السلام عليكم. ازاي اخذ الموديل بتاعي من الريفت ودي جوا برنامج البلندر. طب انا عايز اعمل كده ليه؟ الريفت هيضح نعمل الموديل بشكل سهل جدا. البلندر هيدخلني مجانات كتير قوي لو انت عايز تعمل مثلا ريندر بشكل او جدا يعملوا لك لو انت عايز تعمل ايجمانتد رياليتي فرشور رياليتي عايز مستر ان هو اوبن سورس ففي ناس كتير ربطة الشغل عليه بشكل حلو. بيعمل الفي اف اكس بيعمل الاني ميشن 3d اي ميشن. بس ازاي اخذ من الريفت ويروح لي البلندر. طيب لو جدت هنا نبص على الفايل والتلو امبورت هتلاقي ان هو يقبل الامتد دي. فلما تجيب بص عليه هم اي امتدندو تقدر تخرجه من الريفت يبقى انت كده 100 مية عالي الشغل معك. فلما تجيب بص كده انا بالنسبة لي مثلا اف بي اكس او ممكن نصدر من الريفت اللي هنا اف بي اكس مباشرة وده حل كويس جدا. لكن انا هستخدم الكولادة اللي هو دي اي اي. ليه بيكون اسهل في موضوع الماتيريال يعني ممكن نعمل سيلكت على ماتيريال في اعلمنا على كل الحوايط مرة واحدة اللي واخد نفس الماتيريال على كل الازاز اللي واخد نفس الماتيريال وهكذا. طيب هابدأ بايه هابدأ ان انا اجي هنا واقوله ان انا عايز التولز اللي تحول الريفت لليوم. تمام دي تولز هيت والتولز دي مجانية. بالشرط ان انا سطب برامج اليوم الكامل لا ممكن ان انا سطب بس التولز اللي تعمل اكس مباشرة. لان هي بتصدره كده اي اي. فانا ممكن لما اصدر انت داد اقدر انا اشغل بيه على اي برامج. اهوت. تمام? اقدر اقول له ده اقول لود فريق. ويبدأ ان هو يحمل لي التولز الجاملية ديات. هاجه اقول له ده اقول لود. يبدأ يتحمل وطن التصديق بتاحت ما افقاش اي مشكلة خالص. مجرد ان انت تقومش مع الخطوات وتلاقيه سطب معك. ممكن تكون فيه مشاكل جد تصدر من الريفت اللي مثلا انريل او يونتي ولات ان في مشاكل فممكن تدخل تحل المشاكل ديات على برنامج بلندر في الاسب تعمل الموضوع دوت. يعني ده خلا في بعض العصر مش متصدرين بشاكل حلو. فالمعالجة بتاعتها بان انت تدخل تعدل النقاط وتعدل على البرنامج بلندر. بسهل جدا. فزاو انت شايف لسه الريفت مش موجودة هاتطر نرافل الريفت وافتحه. عساس ده هتظهر معي الريفت ديات. دلوقتي قفلنا الريفت وافتحناه فاجينا على اليوم وقال له اكسبورت. وشو بقى السموسينج قد ايه. وقال له اكسبورت. اصدره هنا على البيتشار. وقال له ايه سيف. وبعد كده هاجينا على البلندر. فايل. امبورت. عندنا الفي باكسي اللي احنا عايزين. والكولادة. اجي هنا واختار. ممكن تقول له امبورت يوريت. واقول له امبورت كولادة. فالمشروع يتحمل معي بالشكل دوت. خلينا نحزف ديات عامل على سيليكت او من هنا سيليكت. وراءة كليك دليت. يبقى معي المشروع بالشكل دوت. لو فيه متيريال فلازم ان انا اغير الهنا. الشيرينج. وهاجي هنا. عشان لو فيه عايز تضبط المتيريال لحوال زك كده. هنيجي هنا. واختار شدر اديتور. نعمل سيليكت على اي متيريال احنا عايزينها. لو فيه اكتر متيريال هيعلم سيليكت على المتيريال بس اللي موجودة. دي الخصائص بتاعت المتيريال. يعني مثلا لو انت عايز تحط لون معين فتقدر انت بتعمل سيليكت. وتختار اللون للباس كولر. وانا اللون لا تعملش. فابص على الالفة لأيها بزيرو. ابدأ ان انا ادي له اللون اللي انا عايزه في الالفة. اخليها واحد. نعم? شفية تدرد انت تتحكم فيها. انا خليتها تظهر معي. فاقدر ان انا مثلا نخليها بي لون. وهو اوتوماتيك. هتأثر به الحاجة اللي انا مختارها. زي ما انت شيفها بعد. طيب. ممكن بعد كده تقول مثلا ان انا عايز زي صورة. فهاجي هنا. اختار صورة. تتحكم في بكتر. ممكن اصحابها. اضحابها. 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 واذا بقى اتقل الى بتاعتها. بالشكل ده. فيبدأ اياخد نفس الماتيريال اللي يبدأ يحطها. فهتقدر تختار اي صورة وتخليها هي الموجودة هنا. بالشكل ده. طبعا هنتكلم بالتفصيل بقى على الخصاس الموجودة. لكن المبدأية ممكن مثلا تقول له بدل في لد دي. انا عايز على هاد بوكس مثلا. تمام. اهي. عايز عليه تسفير. تقدر تحكم في كل حاجة موجودة في الماتيريال. نفتحه على البلندر